لازم اروح لكورونا في رمضان وكورونا منتشرة اوي اخوانا وتحذيرات شديدة اللهجة وارجوكم اوصيكم كورونا منتشرة تقريبا كل بيت بقى فيه مصاب عادي جدا رئيس الوزراء بيتكلم على بيطلق تحذير امس في اجتماع مجلس الوزراء بعد تزايد مصابي كورونا دول خلوا بالكم وزيرة الصحة بتعلن استعداد منطقة ارض المعارض انها تسع عشر تلاف واحد يطعاموا في اليوم النهاردة وزيرة الصحة بتتكلم بقى فيه عندنا مية تلاتة وتسعين مركز على مستوى السبع وعشرين محافظة للي عايز ياخد تطعيم يا اخوانا لازم نسجل اسماءنا قرأتوا مؤخرا جدال حول مطالب اعضاء مجلس النواب انهم عايزين يطعاموا وفي البعض قال يعني ايه اعضاء مجلس النواب يطعاموا قبل الشعب ايه رأيك انا كنت هطلع اقول كلام مش حلو لا اعضاء مجلس النواب على هزيه التصريحات وانهم عايزين يطعاموا قبل الشعب بس عارف سكت ليه هقولك سكت ليه علشان انت انت حضرتك وحضرتها احرقتوني عارف احرقتوني ليه طب روح سجل لما لقيك فيه عشر عشرين مليون مسجلين على موقع وزارة الصحة هطلع اقول للبرلمان هطلع اقول للبرلمان ايه لا ليس لكم اولوية الان اه انت نواب الشعب على عيني بس القائد دائما جنوده هم الاولى لكن انا بصراحة اناشد المصريين ملايين المصريين انهم يقبلوا على تسجيل اسماءهم على موقع وزارة الصحة في اكتر من ان احنا عندنا ارض معارض هتسع عشر تلاف واحد يطعاموا في اكتر ان احنا جاي لنا اربعة ونصف مليون تطعيم في اكتر من كده طب انا هطلع الناس بقى اللي عادت تتكلم على السيوشيال ميديا على عداء مجلس النوع اذا كان المسجلين قليلين احنا عندنا تطعيم تطعيم امصال في الادراج اكتر من المسجلين من المواطنين للحصول على مصل كورونا فخلاص عداء مجلس شعب ايه 600 عضو خلي بالك 600 عضو ماشي ما اللقاح موجودة هنتخاني على ايه يعني اه هو موقف سياسي مش جيد مش حلو لكن لا انا هسكت عارف هسكت ليه لان انت حتى لما بتسجل اسمك ما بتروحش في ناس سجلوا اصحابي وما رحوش وفي ناس سجلوا ولسه محدش كلموا لكن الوباء قاتل عنيف الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية بتقول الوضع الوبائي لكورونا بيبعث على القلق وبيحذروا حتى من شهر رمضان وعدتنا الاجتماعية فيه الاختلاط الصلاوات في الجوامع ما تجيش تقول حج محمد عايز تمنع عننا صلاة تروح يعملها لما نعت ولا بايدي أحل ولا أحرم ولا أعمل كل الكلام بس هي تجمعاتنا في البيوت مش انت عزمت ماما وبابا وإخواتك مع امراتك وحماتك يوم وحماك والكلام ده والناس قاعدة واحنا الشوعة بتاعتنا ديقة ملزقين ببعض كده في ترابيسة الصفرة يعني واحد بس يجيله فيروس كورونا فره هتشيل العشرين دول طب ليه إصابات ليه إجراءات احترازية عنيفة الموجة التالتة قوية ورئيس الوزراء بيحذرك نفسه يعني رئيس الحكومة مش طالع يدري حاجة لا بيقولك الكورونا عنيفة وفيه انتشار أكبر ووزيرة الصحة قالت دخلنا للمرحلة التالتة فيه أكتر من كده تصريحات لكن ترجمة نانسي قنقر